سؤالي لك أستاذ سلاح الدين الدودي مظاهرات سلاح في تل أبيب الآن ومدن أخرى للمطالبة بإبرام صفقة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الباسلة الفلسطينية المظاهرات هذه كيف نحطوها في الخانة الزمانية بالسيخ كنستانس كيون في أسكو المظاهرات هذه ما تكون اليوم موجودة ووضعنا عن استعمال الفرنسية رب شوي بشوي بشناحيوها جملة الفرنسية من الأستوديو كتائب القسام كانت أعلنت في والجنيح العسكري لها كانت أعلنت يوم السبت في فيديو نشرة بثلاث لغات تحت عنوان الوقت ينفذ أعلنت أنها فقدت الاتصال بخلية مسؤولة عن أربع من الأسرى تحتجزهم في القطاع منذ العام 2014 فيلي قوة الحرب النفسية واليوم فيديو بثلاث لغات يعني مشينا لليفل تو يعني المستوى الثاني من التوثيق العسكري والعمل الأعلامي العسكري أربع أسرى من 2014 لتاكتائب القسام وفي هذا واحد رسالة بأن كتائب القسام لا تشتغل فقط منذ السابع من أكتوبر ولكنه عمل مضني طيلة السنوات وعمل باسل المقاومة منذ سنوات فقدين الاتصال بالأربع أسرى هذوما شكرا جوهر تشوفوهم على ديجيتال متاعنا ومرحبا بكم على اليوتيوب تلقاونا موجودين على اليوتيوب احنا ماناش موجودين على الفيسبوك وسمحني اسلاح لكن النقطة هذية مهمة راهوا في إطار العمل لم تاحوا مع هذية على الفيسبوك راهوا يقطعونا البث وغيروا الحمد لله النجم يكونوا موجودين على اليوتيوب فليتابع فينا ويسألنا رانب فقط على مسؤوليتك وناس ديوان تلقاونا على يوتيوب ديوان افم ديوان افم على اليوتيوب تفضل سلاح يبدو أن مفهوم المفاجأة في الحرب العسكرية الصلبة ينطبق أيضا على مفهوم المفاجأة في الحرب النفسية وحقيقة عندما نستخلص مثل هكذا أفكار نتفاجأوا فعلا ومن المرات النادرة أن نتفاجأ بمثل هذه الأمور القوية جدا من ناحية الحرب النفسية والتوجيه المعنوي للجمهور العدو وأيضا جمهور المقاومة يعني كيف تمكنت كتائب القسام كل هذا الوقت وكل هذه السنوات من حفظ هذه الأسرار ومن عدم كشف هذه الأسرار وكيف لم يستطع أحد اكتشافها شخصيا لم أكن أعلم إلا بهدار وآرون كنت في بيلي ثماثنين ومناش متأكدين يعني أين وصلت الأمور وإلى خيره وإذ بناء ولماذا بعد ماءة يوم أخت سماح العزيزة لماذا في هذا التوقيت ولماذا في هذا الزخم الكبير من المظاهرات في كيان العدو في عدة مدن في الحقيقة منها الكيريا ومنها تل أبيب وعدة مدن أخرى ثانيا تذكرت أن نتنياهو وجماعة نتنياهو اتهموا أمريكا قبل سنة تقريبا في موضوع الإصلاحات القضائية أنها تحرض وأنها هي من تصنع هذه المظاهرات وتذكرت أيضا قبل أيام في واحدة من العمود الصحفي واحدة من الصحف الروسية كان ثم حديث تحدثنا عليه هون يعني عجالة أنه ثم مساعي للانقلاب كأنه ثم أيدي تريد أن تتخلص من نتنياهو حتى بالانقلاب ويمكن أن تذهب لأمور كيف لبني جانيتس أن يشارك في مظاهرات هو عضو مجلس الحرب ووزير الحرب السابق ويوطأ المظاهرات تطالب بإيقالة نتنياهو هذا واضح جدا الآن في كلمتين أربعة جمل الأولى الدرس هو درس فن الحرب لسانتزو أعرف عدوك حتى تعرف كيف تدافع عن نفسك وعرف نفسك حتى تعرف كيف تهاجم هذا هو فن الحرب أيضا عند المقاومة في أعلى مستوياتها الفكرة الثانية رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أمان السابق وهو الآن رئيس معهد أبحاث الأمن القومي الصهيوني تمير هايمان يوم أمس قال في مقال ورخصه في جملة على نتنياهو أن يسلم بالهزيمة وأن يذهب إلى صفقة تبادل أسرع ولا يوجد أي حل آخر الفكرة الثالثة عفوا في التقييم من الناحية الاستراتيجية ليس الاستراتيجية العسكرية وإنما الاستراتيجية بالمعنى السياسي العام نحن أمام تثبيت لمعادلات تاريخية لا يستطيع هذا العدو المساس بها وهي سوف تتقدم والأخ اسماعيل هنية منذ حين عندما يستعمل كلمة معركة مصيرية والذهاب في معركة مصيرية هو يؤكد هذا المعنى هي معادلات استراتيجية من ناحية التاريخ ومن ناحية كتابة التاريخ ومن ناحية صناعة المستقبل ومهما بلغت التضحيات ومهما أبطأ التاريخ نحن نتجه إلى بناء الجمهورية الفلسطينية الموحدة والمحررة ويلزم نفكر مالياً وهذا أيضاً موقف وحدة لكل الإخوة الفلسطينيين نظام سياسي موحد عاصمة فلسطينية موحدة وهي القدس بناء جيش فلسطيني موحد حتى يجمع الفصال أو بعض القوى والتشكيلات في الفصال طبعاً أجهزة أمنية موحدة وليس الأجهزة التي تعمل ضد مصلحة الفلسطينيين وضد كتاب المقاومة في كل مكان بطبيعة الحال أيضاً نظام تعليمي وإدارة مدنية وإلى خيره وأنا أستطيع أن أجزي ملكي أن فكرة التحرير المفتوح لا يجب أن تقل ولا يمكن أن تقل عن هدف توحيد على أقل مرحل وجزئي للإدارة السياسية العامة لبلادنا الفلسطينية المحتلة ثم نذهب تقدماً إلى بناء الجمهورية العربية الفلسطينية الموحدة المحررة مهما بلاغت التضحيات وذلك عليش نعاوده كما نقول ديماً لا يمكن أن نتحرر من احتلال إلا بأغلى التضحيات وفلسطين تستحق أغلى التضحيات وتستحق المزيد من الشهداء وتستحق المزيد من الدماء وتستحق المزيد من المقاومات وتستحق مننا أن نتجند لمزيد دعمها حتى إذا تركنا حياتنا وتركنا مصالحنا وتركنا بعض الجوانب في أمورنا الخاصة ولا بد علينا وهذا واجب أيضاً وليس مزية أو عمل إعلامي ليس عمل إعلامي هذا عمل إنساني عمل آدمي هذا شرف وعزة البشر والآن الناس رأوا تبات في العراف في غزة رأوا بش الناس تتذكر رأوا ما تنسوش رأوا الآن الناس في بيرك المياه وكالطين وكذا الناس تتلحف بالطين وتتلحف بالسقيع والدم متاع الناس سيل وأعضاها مبتورة وما عندهاش أيضاً يعني قدرة على الوقوف البدني وعايشة في الواحد وتجي الناس تحكي على ماذا فعلت المقاومة أنا أقول لك رئيس شعب الاستخبارات العسكرية قال لك إن هزمنا والآخر فيه يدعو تحرونوت قال لك تعودنا على يجب أن نتعود على الهزيمة إذن الواجب هو دعم المقاومة حتى تنتصر ونقطع على آخر الصدر وعفوان على على شوية المفع في بيش تقول يا عفوان على الإيطال معا نعم شكراً ناس لحدين الله دي بدي عفوان وعظم كل اللي قاعدين تقولوا فيه مهم جداً شكراً لكم أنتم على التحضير هزايا وعلى كمية وزخم المعلومات المهمة للحقيقة وإحنا نجمش أشكر فريق ومناش ممكن نقولكم شكراً على زخم المعلومات لا يمكن أن تنفع حق فلسطين وقضيتها إذا لم تتفانى في شغلك هذه قاعدة أيضاً صحيح مواز علي مش فقط في تل أبيب المظاهرات المظاهرات في العرب ميكرو مواز نحب نشوكيني معناه العالم كل قاعد يتحرك أما الحاجة يبيني العالم كل قاعد يتحرك في اثنية واحدة اللي هي تعمل قضية الفلسطينية وقتاً نشوف اللي على بعض أمطار من مكتب بايدن مئة عشرات الألاف يجتمعوا ويطلبوا بكل وضوح إيقاف لأطلاق النار وأكثر من هكا الحاجة اللي تردد في عديد الدول وفي غرب المظاهرات هي إيقاف الإبادة الجماعية ووقت اللي تحلثوا على اليمن البارح وسائل الإعلام الأمريكية أشاحت عنهم أعطاتهم ظاهرها يعثيك الصحة يعثيك صحة ما يظهرش العنوان اليمن يبشوف الفضيحة والكلمة اللي وليت من الدولة أكثر هي كلمة الإبادة الجماعية والهناها هي حاجة مهمة وخاصة صغر سن المتظاهرين والهناها شي غريب الشباب شباب جيل جديد يمن بالحريات ويمن بالحقوق ويمن بالحرية الشعوب وهذه حاجة مهمة جدا انتفاضة الشعبية العالمية انتفاضة الشعبية العالمية أنا لهنا مثلا بش نعطي بعض الأمثلة معنا التحالف المؤيد لفلسطين في بريطانيا دعاء لمسيرات على بين نصرة غزة في أكثر من 120 مدينة ضمن 25 دولة لهنا قدام المحكمة العدل الدولي في الولايات المتحدة في عديد المدن في بريطانيا في ألمانيا في السويد في عديد المدن في السويد في النوروش في الدنمارك معناه هنا في عديد الدول الأفريقية في اندونيزيا في ماليزيا لهنا نشوف اللي يفهم مئات العسارات ومئات من المسيرات في عديد الدول 45 دولة 45 دولة كل دولة فيها أكثر من مدينة معناه هنا نرى ونحكيه على ملايين جندة البارح لنصرة القضايا الفلسطينية واستفتاء إنساني عالمي أيضا فضلا عن أنه انتفاض إنساني عالمي واستفتاء إنساني عالمي وعنوانه المستقبل واللي إسرائيل ما خسرتش عسكريين برك خسرت اتصاليا خسرت إخلاقيا خسرت إنسانيا خسرت إعلاميا خسرت استراتيجيا وخاصة اللي أكبر انتصار أعتبره أنا صار اللي هي طريقة التحضير اللي قامت لعملية 7 أكتوبر خاصة بتلقية غزة من الأعين الخبيثة اللي كانت مندسة في الشعب الغزاوي والقضاء على المرتزقة والجواسيس وهذه أعتبره أكبر انتصار عملته المقامة في غزة اللي هو مهد لكل انتصارات اللي صارتها